السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء أهلا بكم في حلقة جديدة اليوم بإذن الله تعالى هنتعلم مع بعض التنوين بالكسر Welcome everybody today we're gonna learn التنوين بالكسر Let's get started طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا هنقرأ مع بعض هذا الحرف نقرأ معا B Let's read together B B B طيب تعالوا نقرأ هذه الكلمة هنحط B وهنضيف لها حرف النون الساكن بن 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 طيب تعالوا نقرأ هنا كمان Let's read this together this letter تعالوا نشوف هنحط كسرة ولكن هنضيف كسرة أخرى يبقى عندي هنا كسرتين We have here two kassers It's not just one تعالوا نقرأ مع بعض هذا الحرف بن بن طيب تعالوا نقرأ من البداية ب بن بن إذا إحنا عندنا هنا بن نفس صوت الحرف الباء ومعه الكسرتين بن The pronunciation of باء with two kassers is the same like this word بن بن يبقى ناخد بالنا من شيء مهم جدا لما بيكون عندي هنا كسرتين لأي حرف يبقى بنضيف لي صوت حرف النون بنضيف لي صوت حرف النون حرف النون بننطقه ولكن لا نكتبه بن وطالما عندنا هنا كسرتين بيبقى صوت حرف الباء مكسور مضاف لي حرف النون بن بالضبط زي المكتوب هنا طيب تعالوا نكتب مع بعض كلمة let's see this example شو ع بي شو ع بي شو ع بي طيب تعالوا نكتب نفس الكلمة مرة أخرى let's write the same word one more time شو شو ع ع بي بي طيب تعالوا نشوف إذا أضفت كسرة أخرى let's add another كسرة هيبقى صوت الكلمة مختلف هيبقى شعابين شعابي شعابين لما أضفت هنا بقى عندي كسرتين لازم نضيف صوت حرف النون للكلمة when we added here two كسرة we must add the sound of noon to the end of the word شعابين شعابين we pronounce it however we don't write it شعابي شعابين تعالوا نشوف مع بعض مثال آخر ب ب يا وهيكون عليها سكون بي بي طبعا إحنا كلنا عارفين ده لما بيكون عندنا علامة السكون لازم نعمل وقفة على الحرف الساكن ولازم يدمج في نفس المقطع مع الحرف الذي يسبقه عشان كده بنقول بي لازم ينطقوا معا everybody knows now that when we find سكون so we must pause on this letter and we must connect it to the previous one in the same syllable بي تعالوا نضيف تي بي تي تن بي تن بي تن لا ننسى إننا عندنا هنا صوت حرف النون في الأخر don't forget that we must add the sound of noon in the end of the word بي تن بي تن ب ب با بي Gross جن باهي جن باهي جن باهي جن مد بلياء يبقى لازم يدمج حرف المد مع الحرف الممدود في نفس المقطع باهي جن ويدي عندنا هنا العلمتين الكسرتين يبقى دوت اسمه تنوين بالكسر بنضيف صوت حرف النون للكلمة we have here تنوين بالكسر two kassrs so we must add the sound of noun to the word باهي جن باهي جن أ سكون تنوين بالكسر دن اي دن اي دن اي دن سو مد بالواو يبقى لازم حرف المد يدمج مع الحرف الممدود في نفس المقطع we must connect it to the previous one in the same syllable تعالوا نشوف مقاطع الكلمة عندنا هنا في المقطع الأول هيكون عندنا سو والماد بالواو سو وفي المقطع الثاني هيكون عندنا رن يبقى الكلمة بتتكون من مقطعين سو رن two syllables او او ن او نا مد بالواو long vol واو او نا سن او نا سن او نا سن او نا سن او ح في مد باليا long vol يا في ح في ظن حافي ظن حافي ظن حافي ظن حافي ظن جو مد بالواو long vol واو جو جو عن جو جو عن جو عن جو جو عن 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 علاقات علاقات مع 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 تعالوا نشوف مقاطع الكلمة عندنا هنا حرف العين الساكن مع رو مادة بالواو وأخيرا وأخيرا فن يبقى عندنا في المقطع الأول مع المقطع الثاني رو المقطع الثالث فن ناخد بالنا عندنا حرفين عندنا هنا سكون مع مع يدمج الحرف الساكن مع الحرف الذي يسبق المقطع الثاني عندنا في حرفين عندنا مادة بالواو يدمج حرف الماد مع الحرف الممدود رو وأخيرا فن ودلوقتي جي وقت الاملاء يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم let's get started كاهنن 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 مطاعن مطاعن فلكن فلكن سمين 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 أتمنى أن تتسبوا الإجابات في التعليقات you can let your answers in سمين سمين سمين